طلاب السلام عليكم الدرس الثالث من الوحدة الرابعة درس الثالث من الوحدة الرابعة اللي هي مخصصة علم المخصص للمراجعة اصلا الوحدة الرابعة شنبيها how to be the best كيف تكون الابضل هذا التمرين جاينا على شكل match شنو match يعني عندي a 1 2 الى 8 ومن a الى h هذا النشون انه هذا اني انصاف الجمل هنا نصف وهنا نصف وتجيبهم شو تسوي لهن تربطهم تجمعهم بالحلال ان شاء الله شنسوي شلون انحلم العادة احنا متعلمين على انه هون نجل هذا الجملة نشوفها شوف زمنها ومعناها من الجملة الثانية او الجزء الثاني من الجملة ايضا زمن ومعنى وراح اه ناخذ كلمات معنويا نعرفها نربطها سوى واذا كان قواعديا ايضا نستخدم القواعد حتى نربطها سوى اذا تنتبهون هنا اذا تنتبهون هنا كلهم يعني تقريبا اه اف 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 يعني اللي بيها اف حسب اه الشرط ما لدها واللي بيها وين واللي بيها كذا راح نمشي واحدة واحدة ان شاء الله لو كنت تريد تحصل على شنو مطعم ناجح مطعم ناجح لازم ش تسوي روح لدي اخذوا لي كلمة رسترانت اللي هو او سكسفل رسترانت المطعم الناجح ش تطلب good chef اشروا هذي مع هذي اذا السكسفل رسترانت لازم بيشنو good chef تصور انه مطعم ما بيطباق جيد اذا مو ناجح مطعم بيطباق جيد هو ناجح اذا مطعم ناجح طباق جيد اربطوا بين هذن وهذا يعني يسهل عليكم الحل اثنين to make لتكوين a good impression يكون عندك انطباع جيد at a job interview حتى تخلي انطباع جيد عنك في مقابلة العمل لازم ش تسوي you should لازم تلبس dress ترتدي well and be punctual be punctual اه اه طلاب dress well and punctual تلبس لبس جيد عن punctual تكون شنو اه ملتزم بالوقت punctual شخص ملتزم بالوقت يجي بالاوقات المحددة اه شن سوي هسا شن اشر جاوب interview ويها شنو dress well and punctual punctual طلاب هذي يعني كلمة مهمة وجايتنا حتى بالاسقاطات dress well dress حتى لا تاخذون بس dress well مع job interview لانت لازم اكيد بال مقابلة عمل تلبس لبس اه جيد هاي اثنين ثلاثة if you want لو كنت تريد to have ان يكون عندك successful party هنا successful restaurant مع طعم ناجح هنانا لا حفلة ناجح تكون عندك حفلة وهي الحفلة ناجح ش تسوي نروح ال H you should make sure there is plenty of good food اشرولي plenty of good food الحفلة الجايدة لازم بها ما يكفي من الاكل الناس سلسل بالحفلات والمناسبات ش تحب بالاكل اذا plenty of good food ما يكفي من الطعام الجايد حتى شي كون لي successful party تكون عنده شنو حفلة ناجحة تمام اربع if you want لو كنت تريد اه to be successful in business تكون ناجح في العمل ش تسوي you have to be ambitious تكون طموح تكون جنو تكون طموح لا تنسون يقلي هنا how to be the best كيف تكون الافضل شن يعني اه بالعمل لا تذكرون و party و بالمقابلة وهنا أنا بالااا بالااا تسوي حفلة و بالااا مقابلة عمل وتسوي عملك الخاص كلي هنا شون تكون الافضل شون تكون هسا تكون ambitious تكون طموح تكون لديك طموح اه بعد خمسة تبي انت تكون شنو سكرتير جيد لازم شي تسوي مهارات شنو مهارات بالحاسوب حتى تصي شنو حتى تكون شنو اه سكرتير جيد. ستة if you want to be healthy لا تريد تكون شنو يعني لديك صحة جيدة شي تسوي اف you must do a lot of exercise exercise طبعا ترتبط مع الصحة تكون healthy جسمك يكون صحة اتمرن تماري رياضية سبعة سبعة if you work for an airline لو كنت تعمل وين في airline airline خطوط جوية يعني you don't have to pay for a plane ticket مع airline خطوط الجوية انت ما راح تدفع من للتيكت لان انت اصلا تعملوا لهم plane ticket يعني اه اه هذه البطاقة الدخول الى الطيارة مع airline لانت اصلا تعمل مع شركة الخطوط طيران لازم تدفع ما تحتاج تكت اصلا مجرد عندك باج وهذا الباج انت تسعد به ثمانية when you are in a meeting عندما تكون في ميتنج شنو ميتنج اجتماع شي تسوي you should turn your mobile off موبايل اوف لازم موبايل شي يكون مغلق من تكون بمن بميتنج ميتنج يعني موبايل اوف موبايل اوف يعني ميتنج هذا هو رقم ثمانية هذا يقول اه اربط هن طبعا هذا الشي الجيد وهذا هنا هنا تغلق التلفون اه وهذا هنا انا اه هذا اكل يمكنه هو شيء مقابلة عمل وهذا رياضة وهذا النكل هن ربط بيهن معنا تاج الى الربط هذا شيء نسويه داخل الصاف اه تعالوا لي الى الشيء الاخر في هذا الدرس اللي هو درس الثالث من الواحدة الرابعة الاستخدام مصنت يقول نحن نستخدم مصنت لنقول نحن لا نريد ان يقوم شخص ما بعمل ما او عندما يكون شيء ما محظور او ممنوع تذكروها اخذناها مصنت اخذناها مع المنع اللي هذا اهل مانعين يجب بعد ثمانية والتدخين بالمستشفى والحديث مع ساقة نائس بالشارع ذلك كل هنش في اشياء ممنوع عن استخدام الهن مصنت خلونا نشوف الامثلة يقول اي مصنت يجب ان لا forget to call شريف لجب ان لا انسى ان اخابر شريفة اي طول شريف لو شريفة هذي اي اهنان شريف هنا يقول اي طول her i'd call her today قلت لها راح اخابرك اذا شريفة راح اخابرك اليوم اذا ممنوع انسى شريفة الظاهر هذا يخاف من شريفة شوش يسوي لشريفة بحيات مطيها مصنت المدرس قال ان احنا ممنوع تنسخ اضر لكم راحوا هذا الواجب هذا التمرين واحد ينقل للمتثاني هذا الشيء مصنت ممنوع مصير تنقلوا خصوصا في مواد اللي بيها رياضياتها واحد يحل للمتثاني واحد يحل والباقي يسوي الى اه مدرسة تريد احنا نحل التمرين. ما واحد يحل والباقي ينقل. بعد نحن نستخدم شنو صيغة النفي. اذا نذني اذا هاي الجملة المهمة انه ما ننسى وما ننسخ مهمة تجينا مع مصن تحفظوها وضيفوها للوحدة الثانية. نحن نستخدم صيغة النفي اللي هي لهافتو شنية اه دونت او دازنت او دينت هافتو عندما يكون شيء ما غير ضروري. اخذناها هذي. دونت هافتو غير ضروري. مثل شنو هنا نضطينا امثلة اضافية. لازم ما نروح ما نروح ما كو داعي نروح بالباس. ممكن نروح بتاكسي ما كو داعي نروح بالباس العمومي. ما كو داعي. مو ضروري. هذة الجملة مهمة. هنا بالماضي. شيء مو ضروري بها زمن بالماضي. يعني اليوم قاعدت متأخر لان ما كو داعي قد من وقت. مدرسة عطلة فاني قاعدت متأخر. ما كان اكو داعي اكو ضرورة ان هو قد منبكر. اه هذا استخدام المنع والانعدام الضرورة وهذا من الوحدة لثانية. بعد عدي تمرين قواعد موجودة صبح اثمانين. شنو هو? جايب لي اللي هي دونت هاب ومصنت وحاطن وين? حاطن بتمرين. خلوا نشوفهم لانه الجملة مهمة. الجملة مهمة. عدي بيرتش وود انترنشنال كوليج ان انا هذا يعني كلية عالمية. معلومات للطلاب الجدد. ان انا السكن عندي. اه شي يقول يو. مو ضروري طلاب بعد يعني انتم مصلت الى مرحلة شرحنا لكم هواي. من تلقي لا تقول يجب او لا يجب. قول ليس من الضروري. هاف تو ضروري. مصت ممنوع. بهالشكل هذا. مصنو تلعفوا ممنوع. مصت لا. من الضروري. اذا انت من غير الضروري. مو ضروري تشارك غرفتك مع الطلاب الاخرين. بهاي الجامعة طبعا. ولكن القيمة. السعر. السعر اللي شنو? السكن. سعر السكن راح يكون اقل الى خليت واحد يشاركك في الغرفة. اثنين. انا نعدهم بالاقسام مالتهم بالسكن يعني مع هذه الجامعة هذه الكلية. اه الريوق ينطونا من السبعة للتسعة. مو ضروري ايت تاكل. مو ضروري تاكل. but the price is included. اخذون فلوس الريوق سواء تريقت او ما تريقت. انت بكيرك بعد. مية بالمية تتريق. ثلاثة. كل الطلاب هاف تو او شد ضروري. هاذا هاف تو او شد ضروري. بي او طبق داخل الغرفة. ضروري يخرجون من غرفهم بساعة التسعة ونصف. ممكن يدخلون للغرفة وينطفون الغرف. اربعة. ممكن تاكل شنو؟ سناكس. يعني وجبات سريعة. and have drinks. وتشرب شرب. in your rooms. في غرفك. but you. ولكن مصنت cook. ممنوع طبق داخل الغرف. تاكل. سناكس. مدر شنو. تشرب ما يخال. بس طبق ممنوع. خمسة. you can play your cd and dvd. ممكن تشغل cd والdvd. سبعد ماكو cd. يعني بالمبايل تشغل اشياء. players in your rooms. تقدر تشغل اشياء تسمع بيها بغرفتك. but. ولكن. you ممنوع. make noise. انه سوي ضوضاء after one ايام. بعد الساعة الواحدة ليلا ممنوع اي ضوضاء. هذا فيما يخص فيما يخص الكورسات شنو الممنوع وغير ممنوع وضروري وغير الضروري. classes الصفوف start out او يعني المحاضرات هنا تبدأ بساعة تسعة ونصف ايام صباحا everyday يوميا. students طلاب مصنت وشدنت. ممنوع. ممنوع شنو? be late يتخرون. if you are late. طيب انا تأخرت شو سوي لي? you have to انت شنو? يجب ان من الضروري should go to the office. تروح للأوفيس. اللي دار احنا نسميها. and sign the late book. وتوقع على انه انت متأخر before joining your class. قبل لا تروح تقول لهم انا متأخر ووقعت على انه انا جيت متأخر في هذا اليوم. وتروح تدخل للكلاس. انت ما يعرفون وان جنت فما ما يتحملوا المسؤولية. ثلاثة we provide all the box. يقول احنا نجهزك كل الكتب for our courses. لكل الكورسات. you don't have to. مو ضروري. bring any books besides a dictionary. مو ضروري تجيب كتب اه الى جانب القاموس مو ضروري. اربعة you don't have to. ليس من الضروري. take special computer course and تاخذ course computer. but ولكن. we think all our students will find it useful. احنا نتوقع مفيد راح تجدون بفائدة ولكن مو ضروري. يعني مو انت مجبر تاخذه. there are social activities. اكون نشاطات اجتماعية. sports. رياضة. exertion. رحلات اه نزهة يعني. after class everyday. يوميا بعد ما نخلص الصفوف ممكن نكون عندنا نزهات وكذا. you don't have to do any of these. انت ما مجبر. مو ضروري تروح بيهن. but if you want to read. you should. لازم sign the list by. شنو باي الى فين ايام. الساعة في داعش تقول لهماني اه قررت اروح. طلاب هذي من قرأتها وترجمتها وحشيت ليش. اي جملة من هاي الجمل اي جملة من هاي الجمل ممكن تجينا. ويطيني بيها اختيارات. شون يعني يطيني بيها اختيارات. يقل لي اه مثلا مست لو مصنت. مست لو مصنت. هزا مثلا هذي الجملة. اه. you make noise after one اي ام. بعد الساعة الواحدة صباحا يعني نصي الليل. بعد وانتصف الليل. اه تسوي ضوضاء لو ما تسوي. مصنت لو مصت. لازم تعرفها هاي مصنت. هذي تعرفها. الطبق بالغرفة. مصلا مصنت. تعرفها مصنت. هنانا هاف تو لو don't have تو. كتبك لازم تجيبهن. لو ضروري تجيبهن. لا مو ضروري. اي جملة طلاب اي جملة. منا لهنا جملة. منا لهنا جملة. منا لهنا هاي هاي هذه الجمل. هاي هذا الجمل. يعني بين بين نقطة ونقطة جملة. هاذي الجمل تعرفها هاي ضرورية. هاي مو ضرورية. هاي ممنوعة. هذا المهم والمطلوب من عندكم الآن. اه اش بقعدنا? ما بقعدنا. الدرس الثالث خلاص الى الدرس الرابع ان شاء الله اراكم في كل خير سيو